موسيقى إلى أين تنضي الحرب في اليمن بعد انسداد أفاقها وحلولها؟ هل تم إطلاق النار على فرص السلام والحلول السياسية؟ وما دلالة تصريح السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تيلر عن عدم رغبة الحسينة في السلام؟ موسيقى أهلا بكم تقول المرويات إن الحرب تأكل الأخضر واليابس فكيف بالحرب التي تأكل المرأة والشاب والطفل الرضيع وتأكل الدولة باعتبارها عنوان حياة المواطنين؟ الحرب التي اقتاتت يوميات اليمنين وحياتهم الاعتيادية تبدو بلا رؤية تروح في الأفق خصوصا بعد تنصر ميليشيا الحوثي عن فرص الحل السياسية في مشاورات جنيف عجلة الحرب في اليمن تدور بلا توقف وفي كل دورة يدفع اليمنيون معاناة مضاعفة أقل ما يمكن وصفها بالمأساة الإنسانية يأطول الحديث عن الحلول السياسية وعن فرص السلام وعن المرعيات الأساسية كأساس للسلام في اليمن إلا أن تلك العناوين تفتقر للجهة التي يمكنها الضغط على الأطراف المعرقلة لعمليات السلام الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن تدور رحل حرب في اليمن منذ الانقلاب والاجتياح بلا توقف بينما تدور على ألسنة الأطراف المحلية والإقليمية والأممية عبارات السلام والحلول السياسية والمحادثات وأحيانا يطلقون عليها المشاورات ضمن مسلسل التلاعب بالمصطلحات لا أفق للحرب يدور إلى اللحظة باستثناء العنوان العريض استعادة الدولة اليمنية حتى الحلول السياسية التي بات الحديث عنها موسميا هي الأخرى صبحت ضمن التداولات الفارغة من المضامين بعد أن تنصلت ميليشيا الحوثي عن مشاورات جينيف وغابت لإدانة الأممية الواضحة لمسلك الميليشيا تضع الميليشيا التي انقلبت على الدولة اليمنية والعملية السياسية شروطا معقدة للمشاورات السياسية وهذا بدوره يهدر فرص إيجاد حلول للسلام وإنقاذ ما تبقى من بلاد اسمها اليمن دولة ومجتمع آخر تلك التعقيدات حولت جولة المشاورات في جينيف من فرصة للسلام إلى فقاعة للحرب تباينت ردود الأفعال إذا آت قاعس ميليشيا الحوثي عن جولة المشاورات في جينيف إلا أنها لم تكن ردودا حازمة انتجاه ميليشيا تلحق الأذى بالسلم اليمنى والسلم الإقليمى والسلم الدولى وهي الميليشيا ذاتها التي تنصلت عن القرار الأممي 2216 وبيانات مجلس الأم ذات الصلة السفير الإمريكي لدى اليمن ماثيو تولر من جهته أوضح أنه بات من الواضح رؤية عدم رغبة الحوثين في التخلي عن فرض شروط مسبقة لمشاركتهم في مشاورات السلام بجينيف الأمر الذي أهدر فرصة إنقاذ الوضع في اليمن وفتح آفاق الأمل للشعب اليمني باتت الحرب وإيقاعها وخطابها السائد هو عنوان اللحظة اليمنية إلا أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات يبرز كعصاء غليظة توضع في عجلة التحرير واستعادة الدولة وتفتقل الشرعية إلى رؤية التحرير التي تبدو كما لو أنها ضمن ممنوعات التحالف إذا المشاهدين الكرام أرحب بالضيف الذي سيكون معنا في هذه الحلقة في الأستوديو الكاتب والباحث نبيل البكيري وكذلك سينضمعه آخرون عبر الهاتف بداية المساء الخير لك أستاذ نبيل مساء النور لكي ومن شاهدين لك أهلا بك أستاذ نبيل انسدت طرق المشاورات وربما أولقت معها أبواب الحلول السياسية فما الذي سيأتي بعد هذا المصير لانسداد أفق المباحثات السياسية والحلول السياسية هو مصير متوقع في الحال اليمنية بالنظر إلى أنه نستطيع القول اليوم أن هناك حرب مختطفة لم يعد لليمنيين فيها سوى الشهداء والأطلاء والخراب والدمار أما كقرار سياسي لهذه الحرب أنا أعتقد أنه لم يعد بأيدينا الكثير من قرارات هذه الحرب ويصبح كثير من قراراتها بيد أطراف دولية وأقليمية وبالتالي سيكون بالضرورة مثل هذه النتائق التي نراها في انسداد أفق الحل السياسي وبالتالي ستطول أمد هذه الأزمة وستتعقد أكثر مما هي حاصل اليوم وخاصة حينما نرى أن هذه المعارك العسكرية اليوم تمضي في إطار آخر غير الإطار المرسوم لها أو الإطار الذي ينبغي أن يكون نهاية لأي حرب وهو سعادة الدولة وسقاط الإنقلاب ما الذي أوصل الحرب إلى هذا الحد يعني أن تخرج من بين أطراف اليمنين لتصل إلى أطراف دولية أولاً أن القرار السياسي الشرعية كما هو القرار السياسي أيضاً للإنقلاب لم يعد في أيدي هذه الأطراف الإنقلابين وضعوا كل ثقلهم في يد المشروع الإيراني واستطاعوا أو وقدوا أنفسهم ينفذوا أقندات خارقية لا علاقة لهم بها بمعنى كجزء من النسيق الوطني أيضاً الشرعية نتيجة للفشل الحاصل وقدت نفسها خارق إطار القرار السياسي وقدت نفسها هناك أمام أطراف تتكاثر على مستوى الخارطة السياسية اليمنية في الداخل هناك إرادة غير سوية وإرادة غير في غير مصلحة اليمنين وهي إرادة تشكيل خارطة قوى متصارعة وقوى مناهضة وقوى أيضاً موازية القوى الشرعية كما هو الحال موجود في المناطق المحررة وبالتالي سيكون مثل هذه المآلات لأي عملية سياسية محكم عليه بالفشل المسبقة إذن كانت ربما مشاورات الكويت أستاذ نبيليل على سقف وصلت إليه المشاورات على المستوى السياسي على المستوى العسكري والأمني أيضاً وفي تلك المشاورات وفدأ الحوثي لم يكتبوا ربما كلمة واحدة أو جملة واحدة رغم وفقتهم الشفوية هذا ربما يؤكد أنه يعني أو يثبت لأنه لا مفاوضات مع هذه الميليشيا أو لا سلام عبر المفاوضات بدليل يعني تنصلهم المستمر كيف يمكن قراءة أي مشاورات قادمة بعد تلك الأيام التي تم استنزافها من المشاورات إذا كان سقف التوقعات من مشاورات جنيفة الثالثة التي رأيناها كيف فشلت كان مرتفعاً وعالياً وبات بهذه النتيجة المتوقعة مسبقاً فكيف سيكون الحديث عن أي مشاورات قادمة يعني ما هو الإطار ما هو البرنامج الذي ممكن ما هي خارطة المرحلة التي يمكن المضي نحوها ما هي معالمها كل هذه الأسئلة تكد تكون أسئلة بدون إجابات ولا أحد يمتلك الإجابات عنها سواء المجتمع الدولي أو حتى الأطراف سياسية في اليمن وبالتالي مصير أي انفاوضات ستكون الفشل ما لم يكن هناك أيضاً تشكيل خارطة أو إرادة وطنية حقيقية إرادة اليمنين أنفسهم من الأطراف التي تتقاتل اليوم أن تمتلك نوع من اليقين الوطني فيما يتعلق بمصالح الناس ومصالح اليمنين ونقاف عبثية مثل هذه الحرب أو بمعنى آخر أن يعود بعض هذه الأطراف أن تعود عن ممارسة الغيء السياسي والتوحش السياسي نعم اسمحي أستاذ نبيل أن ننتقل الآن إلى إحاطة المبعوث الأممي في مجلس الأمن بخصوص اليمن وسنناقش حوار نتابع حوارنا بعد ذلك جنيف هذا ليس ما خطته في الأسبوع الماضي وقلت إنني لم أريد أن يحدث ذلك مجدداً ولا أريد أن يحدث مجدداً لا أحد مننا يريد ذلك لكنني سأواصل بإذنكم سيد الرئيسة بالخوض في بعض التفاصيل التي تعطينا معها حتى مع إخفاقنا في جلب الطرف الآخر من صنع إلى جنيف وأؤكد هنا أن الجهود يجب أن تبدل من الكل من عمان من صنع من اليمن لتجاوز المشكلات التي تواجهنا ويجب أن نعمل على ذلك وأنا سأحرص على أن لا يحدث ذلك مجدداً سيد الرئيسة المسار السياسي اليمني كباقي المسارات السياسية يرى مدًا وجزرًا التحديات التي وجهناها الأسبوع الماضي تبقى وهذه رسالتي الخاصة هناك بعض العوائق والحواجز التي يجب تجاوزها وبطبيعة الحال هذا لا يعني أن الوضع في اليمن ملح ويتطلب حلاً عازلاً يجب أن نبقى مركز المسارات التي اعترضت طريقنا وأنا وعدت بأن لا تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى سيدتي الرئيسة ستشهد العملية السياسية اليمنية أياماً صعبة وأياماً أخرى مجيدة وذلك مثلها مثل أي عملية أخرى وهناك الكثير من التحديات والمعاوقات ولكن هذه من وجهة نظري ليست علامة على أن الوضع السياسي والعسكري بالغ القتامة إذ أننا لا نزال نحتاج أن نركز على إذكاء العملية السياسية لسيما في مراحلها المبكرة وأن نبني القوى الدافعة اللازمة لكي نجني ثمارها لجميع اليمنيين مثل هذه العمليات ليست معنية فقط بالانتقال من فعالية إلى أخرى ولكن نحتاج فيها إلى إرادة سياسية إلى عزيمة إلى التزام من الأطراف كافة بما في ذلك السادة أعضاء هذا المجلس وأن نرتقي بمصلحة الشعب اليمني فوق أي مصلحة أخرى وأنا من وجهة نظري دوري معني بفهم انشغالات الأطراف وأمالهم وتوقعاتهم بما يمكنني من المضي قدما في هذه العملية وعليه فإن دوري هو أن أشجع الأطراف للعمل معهم وألا أقود من جهودهم ووضعين أمام ناظرين أهمية احترام الالتزامات والمجيبات والمسؤوليات إذا الشعب اليمني والمجتمع الدولي سيدتي رئيسة بينما يستأنف الأطراف جهودهم الرسمية لبناء الثقة فإنه من المهم بما كان ألا نتورط مرة أخرى في مواجهات عسكرية واسعة نطاق فكما قلت آنفا فإن الوتيرة الحرب تتصاعد على الجبهات كافة ولكن حتى الآن هناك بعض العمليات في ضواحي الحديدة ولكن حتى الآن لم يشن هجوم على بيناء الحديدة في الحقيقة نحن منشغلون إذا إطلاق بعض الهجمات وكذلك الهجمات على البحر الأحمر تؤكد على ذلك الانشغال علاوة على ذلك سيدتي الرئيسة فإن الانهيار المستمر والمضطرد في الريال الذي يشهده الريال اليمني والتعفن الاقتصادي كل هذا ينذر بالفاقة والفقر والإحباط في صفوف الشعب اليمني الأمر الذي يهدد بتجدد النزاع وانتشرت المظاهرات إذا هذا الوضع الاقتصادي وهذا يذكرنا بأهمية الاستماع إلى هذه الأصوات وكذلك العمل على تعزيز مشاركتهم لقد التقيت مع مجموعة من المجموعات الجنوبية وسوف ألتقيهم مرة أخرى ونحن نشدد على ضرورة حل كل النزاعات والاخلافات من خلال الحوار والمشاركة في عمليات السلام سوف أواصل مناقشاتي وسوف أستهل وأدشن مجموعة من الزيارات إلى مسقط وصنعاء وذلك للالتقاء مع القيادة السياسية في المدينتين ولدي هدفان في زيارتي القادمة أولا أن أحقق تقدما ملموسا وذلك بناء على المناقشات التي دارت في جناف بشأن تدابير بناء الثقة الرئيسة بما في ذلك ذباد للسجناء وفتح الميناء الجوية في صنعاء ولقد تشجعت كثيرا وأثلق صدري المنهج البناء والتعاوني الذي استشعرته من حكومة اليمن وكذلك التحالف وأنا حريص على الالتزام العام بتحقيق تقدم في هذه المسائل أما هدفي الثاني فهو بالطبع وبلا أي اندهاش هو تأمين الالتزام القوي من جانب الأطراف بعقد مشاورات مستمرة وإيجابية أمل أن ألتقي حكومة اليمن في الرياض وأنا أتطلع إلى التقاء بفخامة الرئيس هادي وعلي أن أقول إنني ممتن جدا لفخامة الرئيس لدعمه ولدعم حكومته لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة توخيا لحل سياسي لهذا الصراع وأنا ممتن له ولحكومته ولحضورهم في جناب ولمشاركتهم البناء في مثل هذه الظروف غير المواتية التي سادت المحادثات وكما قلت آنفا فأنا أخطت لأتشاور مع أطراف المعنية الجنوبية وذلك للاتفاق على مشاركة مضمونية في هذه العملية وفي جناب كانت هناك التقينا بمجموعة من النساء من اليمن تناقشنا معهم في عدد من المسائل وأظن أن لدينا اتجاه مبشر جدا فيما يتعلق بمساهمتهن في العملية بالنسبة للإدماج والطابع الجامع فهو أمر رئيس وشرطة أساسية للنجاح ولذلك ينبغي أن نوسع من دائرة المشاورات مع أشخاص أنا أظن أنهم يمكنهم أن ينصحوني لتحسين أدائي أخيرا سيدتي الرئيسة وسبب امتناني لكم لعقد هذا الاجتماع اليوم بعد جناب وقبل أن أتحدث عن المسار الإيجابي نحو السلام كما تعلمون الطريق دائما محفوف بالصعوبات وعندما بدأنا هذه العملية منذ عامين كانت هناك الكثير من الشكوك والحيرة والالتباس والافتقار إلى الثقة فليس من العجيب أو من المدهش أن الطريق كان محفوف بالمصاعب ولم نندهش لغيابهم عن المحادثات ولم يأتي هذا كمفاجأة وليست هذه هي المرة الأخيرة التي سوف نواجه فيها صعوبات ولكن هذا لا يعني أبداً ولهذا أنا هنا سيدتي الرئيسة هذا لا يعني أن العملية وأن الطريق نحو السلام سيتعرض للخطر لا سنمضي في هذه المسيرة وأود أن أطلب إلى مجلس الأمن أن يواصل دعمه لمكتبي لكي نعود إلى الطاولة مرة أخرى في أسرع وقت ممكن وشكراً جزيلاً شكراً سيد جريفتس لم يغب عن أبداً التحديات التي تواجهها ونحن دائماً نقدر ونثمن جهودكم والآن أعطي الكلمة للسادة أعضاء المجلس الذين يرغبون في التقدم أو في إلقاء بيانات والكلمة للمملكة المتحدة شكراً جزيلاً سيدتي الرئيسة وشكراً على عقدك هذه الجلسة التي نثمنها ونقدرها كثيراً وأيضاً نقدر وجود المبعوث الخاص أو حضوره عبر الفيديو ونقدر جهوده المثمنة ونعم نعلم تماماً الصعوبات التي واجهها في المحادثات ولكن جهوده لن تذهب سوداً أبداً في المشاورات التي يقيمها هذا إلى جانب ما أثاره من نقطة الطابع الجامع إذن مشاهدين الكرام نعود إليكم بعد الاستماع لإحاطة مبعوث الأمم المتحدة مارتين كريفت أستاذ نبيل استمعت إلى هذه الإحاطة وربما كانت أوسع بكثير من الإحاطة السابقة لذكر كثير من النقاط لم يتطرق لها في المرة السابقة ربما هو أبرز شيء أنه كرر الإخطاق الوحيد الذي واجهه وعدم جلب طرف الآخر ولكن لم يندهش من هذه الصعوبات هذه الصعوبات يجب أن تكون موجودة تحدث عن أكثر من نقطة بعد شكرية الجزيل لحكومة عبد الربو وانتفانيها في إنهاء الكثير من الصعوبات في ظل الوضع الحالي ومشاركتها أيضاً تحدث عن الوضع الاقتصادي تحدث عن وضع الجنوب تحدث عن دور النساء أيضاً وفي الأخير تحدث عن ضرورة توسيع هذه المشاورات لنيل العديد من النصائح والأفكار وكثير من النقاط البسيطة وطلب أيضاً الدعم ويؤكد في كل مرة أن مثل هذه الأمور لا بد أن تكون مليئة بالصعوبات تعقيبك الأول أستاذ نبيل التعقيب الأول هو الملاحظة القوهرية في مسألة الحديث عن الإخفاق يعني هو تحدث عن الإخفاق الذي حصل في مشارة الجنوب وكأنه إخفاق تقني أو فني كامل في عدم وجود وسيلة مواصلات من صنعاء إلى جنوب القضية أعمق بكثير من هذا التوصيف لمسألة الإخفاق الإخفاق كان سياسياً وكان ورأينا اشتراطات مثل هذا الإخفاق السياسي الموضوع لا يتعلق بنقص وجود طائرة تقل الوفد الانقلابين إلى عمان أو إلى عمان ومن ثم إلى جنيف الإخفاق كان هناك قرار واضح لدى هذه الجماعة أنه لا يمكن أن تتحرك إلا بضمانات وشروطها ما يعكس حقيقة أنها تريد أن تعطي طابعاً واضحاً في أنها الطرف المسيطر أو الطرف السلطة الأمر الواقع في العاصمة الصنعية وبالتالي المجتمع الدولي أن يتعامل معها كطرف موجود في كيان المنظومة الدولية هذا الخلل أو هذا التوصيف من قبل جريفت لم يكن دقيقاً للأسف نعم هل تتوقع منه أن وهو المؤمل بوجود مشاورات قادمة أن يتحدث بوضوح أن الحوسي طرف معرقل خاصة أنه ربما ذكر إشارة بسيطة يعني ربما تلمح لهذه النقطة قال دوري هو تشجيع الأطراف وعدم تقويض أدوارهم المبدولة هل يلمح أنه أنا ليس دوري أن أحمل طرف ضد آخر وإنما هو تشجيع للدخول في العملية السياسية بطبيعة الحال جريفت أيضاً هو يتحدث عن من وجهة نظر مبعوث أممي يريد أن يستمر أو يريد أن ينقح في هذه المهمة لكن كيفية هذا النقاح وشكله ولونه هو غير معني عن توضيحه يعني لكن في حقيقة الأمر مثل هذا الفشل الموجود هو يعكس حقيقة الفشل التام أو بمعنى آخر وقد تصور غير سوي وغير واضح للحال في اليمن من قبل المؤمن المتحدة وبالتالي فشلت قهود المؤمن المتحدة كلها في الحال اليمنية منذ المبعوث الأول السيد جمال بن عمار مروراً بولد الشيخ وصلني إلى غريفت غريفت الذي كان يقال أنه أتى بالعصة السحرية للحال في اليمن لكن للأسف أنا باعتقادي أنه مفاوضات التي كانت سبتمبر 6 سبتمبر المزمع عقدها في 6 سبتمبر الماضي كانت رسالة واضحة ومؤشر أكثر وضوحاً لخطأ غريفت وتقديراته الخاطئة في مسألة التبسيط والسطحية التي تعاطى بها مع الملف اليمني الملف اليمني أعقد بكثير من مسألة الدعوة إلى مفاوضات حول جزئية يعني لا تكاد تمثل واحد في الميمن الأزمة في اليمن هي مسألة المعابر أو مسألة القرحة ومسألة القانب الإنساني الأزمة في اليمن أعقد بكثير اليوم مما يتصوره وبالتالي مثل هذا التصطيح مثل هذا التناول البسيط وغير الموضوعي ربما هو تحدث عن أمور قاتمة كثيرة في اليمن نستخدم مصطلحات لأول مرة يتم استخدامها إلا في الجانب السياسي لا زال لديه الأمل يعني يتحدث عن تعفن اقتصادي ينظر بالفاقة والفاقر والإحباط في صفوف الشعب والذي يهدث بالتجدد النزاع تحدث عن يعني أن هذه العملية ليست من السهولة التي نتوقعها الوضع في ألمان ليس من السهولة التي يمكن أن نتوقعها ولكن أيضا ظل متفائلا بالحلول السياسية هل يكفي أن مثلا يشيد فقط بدور الحكومة المتجاوبة معه وتسمين دور الرئيس هادي يعني دون توضيح ملابسات ما يحدث أو ربما يعني هو كرر أنه ليس مندهشا بعدم وجود الحوتين يعني هي نفس النقطة التي اتفق فيها مع السفير الأمريكي لدى اليمن حين تحدث أن المشاورة لم تفشل تم اللقاء بجانب الحكومة وسيذهب للقاء اللحوثي في مسقط وصنعاء هل تجد أن هذه النقطة مقنعة؟ مثل هذا الطرح وهو الطرح التفاؤل الذي رأيناه هو طرح موجود في مسار المفاوضات منذ قنيفة الأولى مرورا في الكويت مرورا اليوم في قنيفة الثالثة كل هذا الطرح المتفائل من قبل المجتمع الدولي هو طبيعة الحال للسهلاك الإعلامي ولتحقيق نوع من الحضور في مسار الأزمة في اليمن لكن في حقيقة الأمر أنا باعتقادي وهنا الإشكالي الخطيرة حين ما يتحدث عن تعفون اقتصادي وتحدث عن تعقيدات في الأزمة السياسية يعني أنت كمبعوث دولي يفترض أنت في طرف محايد يفترض أيضا أنه هذه مهمتك الإنسانية والسياسية والأخلاقية والقانونية كمثل للإرادة الدولية والقانون الدولي أن تكون أكثر دقة في توصيف الأداة والأسباب يعني أنت ليس من المهمتك أن تشخص يعني أن توصف أعراض المرض من المهمتك أن تتحدث عن أسباب المرض وبالتالي حينما تتحدث عن تعفون اقتصادي أنت لا تتحدث عن الأسباب الحقيقية مثلا لا تتحدث مثلا عن استخدام فيما يتعلق بالإنقلاب مثلا وتحويلهم للمعونات الإنسانية إلى مجهود حربي وتحويلهم إلى الشريان الاقتصادي والاقتصاد الأهلي إلى جزء من المجهود الحربي من خلال ابتزاز التجار وأخذ أموالهم وتحويلهم إلى مصدر دخل ومصدر إثرالي للآلة العسكرية الحوثية أيضا في القانب الآخر أيضا أنت تحدث عن الأسباب التي رئيسية في إقاف الموانئ مثل قبل التحالف العربي فيما يتعلق بعدد يعني أنت كان يفترض أن تتحدث عن هذه الأسباب الحقيقية وأن تكاشف المجتمع الدولي تقول لهم أن هناك عرقلة حقيقية من قبل الطرف الإنقلابي الذي حول المجهود حول المنفذ التجاري في مدينة الحديدة إلى مصدر المجهود الحربي وقتل اليمنيين كما أيضا هناك مثلا في عدن تحويل الميناء إلى أداة في بعض الأطراف في التحالف العربي وسيطرة عليه وإقفال هذا الميناء إلى أقلًا غير مسمع بغرض إجهاض الحكومة الشرعية وإضعاف الاقتصاد وتشكيل خلايا أو تشكيل حكومة موازية أو سلطة أمراقع موازنة وازية من خلال الميليشيات التي يتم عدادها في عدن بالتالي أنت لا تتوصف لأنه فيه فشال الاقتصادي فيه فشال الاقتصادي لكن ما هي أسباب الفشال الاقتصادي؟ هذا من واقب المبعوثة الدولية نتحدث أن أقوات الناس وأن اقتصاد الناس وأن حقوق الناس لا يجب أن نتحدث على أنها ظاهرة بدون أسباب هناك أسباب يجب أن نقول أن هذه الأسباب 1-2-3 وأنه لكي نتخلص منها حلولها 1-2-3 هذا المطلوب أنا باعتقاد القانوني والأخلاقي من قبل المجتمع الدولي ماذا عن ذكره للأطراف الجنوبية أكثر من مرة وأنه التقى ببعضها وسيلتقي وسيظل لقاءة مستمرة معهم لسماع إليهم وخاصة أنه ذكرها بعد الحديث عن المتظاهرين وأنه علت هذه الأصوات بعد انهيار الريال الحديث طبعا في طبيعة الحال هو عندما تحدث الأطراف الجنوبية في أطراف موجودة في طار خارطة القوى الوطنية السياسية في اليمن لكن طبيعة هذه الخارطة وطبيعة أهدافها وأقندتها هنا الإشكالية التي تكمن حولها النقاش يعني هذه الأطراف الجنوبية ما هي خارطة أهدافها ما شكلها ما لونها هنا السؤال الذي ينبغي أن يطرح وخاصة للمجتمع الدولي في كل قراراته في كل حاطاته أيضا وفي كل يقول أنه يعمل على حفظ اليمن وأمنه واستقراريه ووحدته ووحدة ترابه ومصيره وبالتالي أنت حينما تجلس مع أطراف انقلابي وانفصالي يريد أو يدعي أن هناك رصاية له وأن هناك تفويضة له من قبل الأطراف في الجنوب أنا باعتقادي هذا نوع من محاولة شرعنة هذا الواقع الملغوم بالتمردات السياسية وتمردات العسكرية صحة تعبير وبالتالي أنت تزيد من خلال تكثير سواد الأزمة أو تكثير أطرافها أنت مثابة تصب الزيت على النار في طار مجتمع مشتعل ومجتمع أو بؤرة أزمات قابلة للانفجار وقابلة لمزيد من التوسع ومزيد من الأزمات السياسية والعسكرية والأمنية إذن نسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مختار راحبي مستشورة زارة الإعلام من الرياض مساء الخير أستاذ مختار أهلا وسهلا مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكرام والمشاهدين الكرام جميعا أهلا بك أتمنى أنك استمعت لإحاطة مبعوث الأمم المتحدة مارتين جريفت فما هو تعليقك عليها طبعا الأبرز ما جاء في الإحاطة هو الإشادته بموقف الحكومة الشرعية وكذلك التحالف في دعمها للمشاورات وأيضا تحدث عن أنه بدأ بالفعل في المسار السياسي الذي لا نعرف متى بدأ والطرط الآخر لم يحضر ولم يتحدث عنه وعن أسباب عدم حضوره وأنه هو من عرق المشاورة التي كانت مقررة في جينيس تحدث أيضا عن أنه يريد أن يصل إلى أن يتم فتح مطار صنعاء الدولي وتحدث بلغة سياسية وبلغة المتفائل الذي يأمل أن ينجح في مهمته التي كلث بها ولكن أنا أعتقد أن هناك مآوقات كثيرة كان لابد أن يتم الحديث عنها وعن من الذي يرفض الوصول إلى السلام نحن كيمنيين هل كنتم تتوقعون من المبعوث الأممي أن يتحدث بوضوح عن من يعرق الجهود السلام هذا ما تحدث به رئيس وفد المشاورة الحكومية الوزير الخارجية الأستاذ خالد اليمني تحدث بكل صراحة أنه كان يتمنى أن يتم الحديث عن من الذي يعرق لأننا نريد أن نتحدث إلى الشعب اليمني ونقول للشعب اليمني بكل صراحة من الذي يقف آيقا أمام الوصول إلى حل سياسي من الذي يريد أن تستمر الحرب من الذي يريد أن يستمر الدماء ونهر الدماء الذي يجري اليمنيين طبعا الجنة يعرف أن الميليشيات هي ليست لديها أدى مسؤولية أمام التاريخ وأمام الوطن وأمام الشعب اليمنين. بالتالي يجب من المفترض. يعني كنا نأمل من المبعوثة الأممية أن نتحدث بكل زراعها. من الذي يعاق؟ ومن الذي لا يريد أن يصل إلى حل سياسي وسلمي؟ ومن الذي رفضها ألا تجد أنه لو تحدث بهذه اللغة أستاذ مختار يعني أنه يلغي أي فرص أو أي جهود حقيقية ممكن أن تبذل؟ يعني في نهاية الأمر هو دوره وسيط بين الأطراف وهو تحدث عن هذه النقطة وركز عليها وأن دوره هو تشجيع الأطراف وعدم تقويض أدوارهم يعني ليس دوره هو يحمل طرف ضد آخر. هو يريد أن يحاول مع جميع الأطراف ويجد أن هناك فرص ثانية لذلك أنا معيك بما تحدثت به وما تفضلت به. بالفأل هو ليس طرف الأزمة. ولن يكون طرف الأزمة. هو وسيط. والوسيط. ويحاول أن يجمع بين الطرفين. لكن كنا نريد أن نفهم من الذي يعني هل الأمم المتحدة هي التي تتحمل المسؤولية. وهل فعلا الحوثيين قدموا هذه الاشتراطة التي يقول أنهم قدموها الأمم المتحدة. بالتالي تتحمل المسؤولية الأمم المتحدة. هذا ما نريده فقط. يعني الجميع يريد أن يفهم من الذي يعاق المشاورات والوصول إلى حل السياسي والسلمي. وهي بالمناسبة لم يكن سيجرى فيها مفاوضات ولقاء وجها لوجه مع الانقلابين. إنما كانت مشاورات يعني كان الحكومة في فندق والانقلابين في فندق آخر. وهو ينقل وجهة النظر بما يخص بناء الثقة. ومد جسور بناء الثقة بين الحكومة والانقلابين. نعم أستاذ مختار. يعني أنت حضرت في مشاورات الكويت. والتي ربما كانت هي الأفضل من حيث المستوى السياسي والعسكري والأمني في الأطروحات التي تم مناقشتها. ولكن وفد الحوثي لم يقدم أو لم يتقدم خطوة واحدة في تلك المشاورات التي ظلت طويلا. فعلام التعويل هذه المرة مرة تنسل وأخرى إن لم نستطع الاستفادة من تلك المشاورات السابقة. والبناء عليها على الأقل. نعم بالفأل. أنا كنت في مشاورات بيال التي عقدت في سويسرا وكذلك في الكويت. كانت بالفأل الكويت قد تم مناقشة قضايا مهمة جدا. أهمها موضوع بناء الثقة. وهو تم تبادل الأسماء الذين من المفترض أن يتم إطلاق صراحهم. وتم تسليم الكشفات للأمم المتحدة. وأيضا حتى الطرف الآخر. الإنقلابين سلموا كشوفات وكان على رأسهم فيما أتذكر. كان أحمد علي عبدالله صالح من ضمن الأسماء الذين تقدموا به أنه أسير لدى دولة الإمارات. أو أنه مقيد حريته. بالتالي كان هناك حديث بالفعل عن تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين. وأيضا التهديئة العسكرية. وكانت هناك لية عسكرية تشرف على التهديئة الميدانية. وأيضا كانت هناك اتفاق على فتح المحافظات. وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق والمحافظات. والحكومة في نهاية المطاف وقعت على مقترحات تقدم بها ولد الشيخ أحمد. وهم الذين رفضوا أن يوقعوا أهل هذه الاتفاقية وهذه المقترحات التي كانت تصب في صلب القضايا. وهي تفليم السلاح والانسحاب من المناطق. ومن الذي سيقوم بهذه المهام الهامة وهي مهام استلام الأسلحة والسحب الميليشيات. حتى أنه تم ذكر النقاط أو تقسيم المناطق ألف وباء وجيم. ولكن هذه الخطوات التي كانت متقدمة أستاذ مختار. لما يريد مارتين جريفث العودة إلى الصفر. ولما تقبل الحكومة بهذا الشكل؟ لما لا تضغط الحكومة الانطلاق من تلك المشاورات؟ لما نعود من الدائرة منذ البداية ونتحدث عن أساسيات الحوار. وكأن الحرب قامت للتول لحظة؟ لا بالعكس. المبعوث الأمو يتحدث عنه سينطلق من حيث انتهت مشاورات الكويت. ولكن ما بعد المشاورات الكويت طبعا المعارك استمرت. ولم يستطع ولد الشيخ طوال الفترة الماضية العودة لمشاورات لاستكمال المسار السياسي. بالتالي كانت الثقة أيضا هي في البداية. ولو كان حصل هناك بالسأل تسليم للمختططين والمعتقلين. وعلى رأسهم القيادات العسكرية ووزير الدفاع وناصر منصور هادي. وكذلك اللواء فيصل رجب ومحمد قحطان. وباقي القيادات وكذلك المختططين. لكن تحدثنا بالفعل أن هناك خطوات. ولكن الخطوات كلها ظلت مكتوبة على الأوراق فقط. ولم يتم اتخاذ أي خطوة. وبالتالي المبعوث الأممي تحدث أنه سيبدأ من حيث انتهت الكويت. وسينهي جسور الثقة. وفتح الملاطق للمساعدات الإنسانية. وكذلك تبادل الأسرى والمختططين والمعتقلين بين الأطراف. وبذلك يكون قد أنهى المرحلة الأولى المسمى بمرحلة بناء الثقة. والانتقال إلى القضايا الأساسية. وهي الانسحاب وتسليم الأسلحة. والباقي المسار السياسي. نعم. إذن مختار الرحل بمستشار وزارة الإعلام. كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل. ربما تحدث مارتين هذه المرة عن نقطتين أو هدفين أسمهما لدي. أولا تحقيق تقدم الموس بشأن تبادل الثقة. من حيث إطلاق الأسرى وفتح مطار صنع. النقطة الثانية هي تأمين عقد مشاورات للتفاهم على بقية النقاط. في النقطتين السابقتين تحدث السفير الأمريكي أنه تم مناقشتها تماما مع الحكومة. هذه النقطتين. وخرجوا بنتائج طيبة. ويفترض الآن أن يذهب غريفيتلي المناقشة مع الحسيين. هل تتوقع أن يحصل على تقدم من خلال هذه النقطتين على الأقل؟ باعتقادي. إذا كان فشلت مفاوضات أو مشاورات جنيف السابقة تحت مسمى عدم وجود طائرة أو اشتراطات معينة بأخراق قرحة. بأي لغة أو بأي تفاؤل ممكن الحديث عن إمكانية مناقشة مثل قضايا الأسرى وقضايا المعتقليل وفتح المطار صنعه. أنا أعتقادي أنه لا تتوفر أي ضمانات حقيقية. ولا فيه هناك إرادة حقيقية أيضا من قبل هذه الأطراب في أن تلتزم بما تعهدت به. أو بمعنى ما قالته في الكواليس أو ما تحدث به في الكواليس مع المبعوثة الدولي. لأنه كثير من الشكوى التي وردت من طرف الحكم الشرعي فيما يتعلق بسيد غريفث أنه كان يقول كلاما غير الكلام الذي سمعونه مثلا في قلسات خاصة. غيره الكلام الذي كان يسمع في وسائل الإعلام أو كان في مؤتمرات الصحفية. وبالتالي هناك أزمة عدم ثقة بين غريفث أو صنع عدم ثقة بينه و بين الأطراف سواء في الحكم الشرعية أو حتى الحوتيين. لأنه كيف نفهم مثلا رفض الحوتيين في آخر لحظة للذهاب إلى غنيف بعد أن كانوا قد على وشكه و اتفقوا بشكل تام مع غريفث أنهم سيذهبون. يعني هناك أزمة عدم ثقة بين هذه الأطراف. وبالتالي ليس هناك أي بسيطة. يعني حتى بين الأطراف وبين المبعوث يعني. هو هنا هنا الإشكالية الآن. مثلا وزير خارجية السيد خالد اليماني عندما تحدثه قال أنه نأمل أنه من الأخ المبعوث لا يغير مصار الخطاب عما كان معنا في الغرف المغلقة. يعني أنه في أزمة ثقة فعلا بدأت تكبر وتطفو على السطح أيضا. أزمة ثقة هذه واردة أيضا بين غريفث وقماعة الحوثي أنهم طرحوا له كثير من التطمينات والضمانات أنه سيذهبون. وفي آخر لحظة رفضوا الذهاب. يعني دمعات أنه في أزمة عدم ثقة بين هذه الأطراف. وبالتالي غريفث عليه قبل أن يبني أو أن يزيل حاجز عدم الثقة بين أطراف المتصارعة عليه أولا أن يزيل هذا الحاجز وبينه بين هذه الأطراف. نعم إذن لو يعني هو تحدث أيضا عن خشيته من استعادة أو العودة للصراع العسكري. خاصة أنه قال هناك ربما أحداث في أطراف البلاد ولكن الأحداث توقفت مثلا في الحديدة وضربها مثال. هل تتوقع أن تهدأ الأمور عم أن الجيش الوطني والمقاومة سيستمرون في معركة الحديدة. خاصة يعني إذا تم إسنادهم من التحالف وترك المشاورات جانبا إلى أن تحين موعدها. أولا الحرب لم تتوقف. الحرب هي تهدى لحظات لتنفقر لحظاتها. نعم ولكن الحرب الحديدة التي المزمع تحريرها توقفت. لكن لزالت المعركة مستمرة. هي لم تتوقف بمعنى أنها امتهت الحرب. هي مرحلة من مرحل الحرب. وبمعنى آخر نوع من الاستراحات المحارفية للحرب. بالتالي الحرب قرارها أو مسألة الحديث عن تحكم بها في غير واردة الآن. لم قبل الأطراف الدولية ومبعث الدولي. لم أطراف الموجودة على العرض. وبالتالي مسألة الحرب لازلت هي الهاجس وهي اللحظة وهي كل شيء في الحالة اليمنية. مهما حتى توقفت في القبهات. لكن لازل قرار الحرب موجود. شبح الحرب موجود. إرادة الحرب موجودة. لا يمكن الحديث عن حلول السلام بمقرد صمت البندقية. البندقية حينما تصمت لا يعني انتهاء الحرب. إنما يعني استئناف الحرب في لحظة قادمة. وبالتالي أنه القذور والأسباب الحقيقية للحرب لا زالت كامنة. بل هي تتعقد كل يوم وتتخلق أسباب جديدة لهذا الصراع و لهذا الحرب. طول أمد الحرب في حد ذاته هي دافع رئيس الاستمرار الحرب إلى أطول مدى ممكن. هناك من يقول أيضا أستاذ نبيل أن صورة التحالف لدى المجتمع الدولي سيئة جدا. وأن المنظمات الدولية أيضا تصفي حسابتها مع السعودية التي لديها ملفات سيئة الصيد في مجال حقوق الإنسان. وأن هذا الأمر أساءل القضية اليمنية بتحميل طرف وتجاهل طرف. لا شك أنه أزمة العمل الإنساني والحقوقي أصبح قضية مسيسة بكثير من التسيس. لم تعد المسألة قاصرة على التوظيف السياسي لهذه الملفات إنما على الصراع السياسي. تحول مسألة حقوق الإنسان والملفات والمنظمات إلى أداة من أدوات الحرب بعد أن كان يتم توظيفها من قريبة أو بعيدة. الآن أصبح أداة من أداة الحرب ونشاهد بين حين وآخر كثير من هذه التقارير التي تتحول مثلها مثل المدفعية في القبهة. وبالتالي هذه الأزمة هي قز منها نوع من الاستغلال السياسي ونوع من الاتزاز السياسي والمالي لأطراف التحالف العربي. كما هي أيضا أزمة اختراقات المنظمات الدولية من قبل أطراف إقليمية ممثلة بالمشروع الإيراني وممثلة قدرتها على توظيف كثير من الملفات في هذا القانب. وبالتالي ستظل هذه الأزمة نحن عندما تحدث عن صراع وصدام بملف حقوق الإنسان هو لا يعني تبرية هذه الأطراف أنها لا تنتهك ولا ترتكب انتهاك بانتهاكات حقوق الإنسان بل بالعكس هناك انتهاكات وانتهاكات كبيرة جدا. لكن الإشكالي أن هذه الانتهاكات أيضا تأخذ بعين سياسية ويتم توظيفها وتقسيمها في فترة معينة وبعد ذلك وتخفيضها أو بمعنى آخر غض الطرف عنها في فترة معينة أو لدى طرف يتم تقسيم الأزمة كما يعني على سبيل المثال نزلت صورة في مواقع الأمم والتحدة لطفل أمام عمارة مدمرة في عدن ويتحدث أن هذه الصورة لطفل يمني في عدم بعد دمار منزله من قبل طيران التحالف العربي بينما هناك عشرات الصور لأطفال على أنقض ديارهم في أرحاب وفي نهم وفي تعاز وفي من قبل ميليشيات الحوثي لا تتحدث الأمم والتحدة واللوبي الذي يدير الأمم والتحدة عنها يعني هناك أزمة توظيف للكوارث الإنسانية من قبل هذه المنظمة ومن قبل أطراف دولية واضحة إما لابتزاز أطراف الخليج ماليا أو أيضا لاشتغال في إطار اللوبي المشروع الإيراني في المنطقة إذن ما هي ملامح العمل العسكري بعد الفشل السياسي في اليمن برأيك؟ أنا بالنسبة للحرب السياسي أنا أقول أنه وصلت لمرحلة الاختطاف يعني أن القرار السياسي للحرب لم يعد قرارا خاصا باليمنين وهذه هي المشكلة لكن أيضا في قز كبير جدا من هذا القرار إذا صاح التعبير إنه قرار ملتبط بإرادة اليمنيين وهو القرار للقند الذي يقاتل في الأرض أما القيادة أنا باعتقادي فيه هناك شكلية خطيرة أنا باعتقادي حتى لو هناك في ضغوطات دولية أو مورسة كل أنواع ضغوطات لكن هذه الحرب لن تنتهي ما لم يكون الحل نابع من القذور الحقيقية لهذه الحرب المتمثلة بالانقلاب الذي يرتكز على نالرية كهنوتية سلالية تدعي الحق العلوي بالحكم أنا باعتقادي حتى لو فرض العالم سلاما عابرا وموهوما إلا أن هذه الحرب لن تنتهي ستنتهي هذه الحرب حينما يقدر اليمنيون أن تزعوا حقهم باستعادة الجمهورية التي خططفت ودحر هذا الانقلاب السلالي الكهنوتي وإلا فإن الحرب ستستمر على طول فترة مرة نعم إذن كيف يمكن حساب العملية العسكرية في ظل المعطيات الراهنة وفي ظل ما هو موجود على الأرض العملية العسكرية معقدة للأسف ودخلت صراع الإرادات بين أطراف التحانف العربي والإقليمي أيضا وبالتالي مثل هذه التعقيدات هي ليس في صالح التحانف العربي ولا في صالح اليمن ولا في صالح أي طرف هي ستعمل على استمرار الحرب لكن هل سيستطيع هذا الطرف الذي يعمل على إعادة تموضعه أو إعادة اللعب بهذه الأوراق هل سيستطيع إلى ما لنهاي أن يصمد في إدارة هذه الحرب بأعتقادي للأخوة الذين أو العشقاء أو السياسيين أو الصناع القرار الذين يريدون أو يكررون مثل هذه الأخطاء عليهم أن يقرؤوا جيدا تقربة حرب السبع ستنوات أو الحرب الملكي القمهورية في سبعينة القرن الماضي ويتعوضوا جيدا إذا كان عبد الناصر بكل قوته وقدرته وكارزمته وحضوره لم يستطع إلا أن ينسح في آخر لحظة ويعلن وقف الحرب وكذلك مثلا أطراف الملكيين في الحرب السبعين لأن نحن نشهد نوع من التوظيف ونوع من عادة تكرار ذلك السيناريو لكن في الأخير لن ينتصر سوى إرادة يمنين وقمهوريتهم كما انتصرت في حرب السبع السنوات الماضية نعم إذن للأسف الشديد انتهى الوقت أستاذ نبيل البوكيري شكرا جزيلا لك الكاتب والواحد كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن انتبعتكم لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعاية الله وامنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة